مساء الخير طلبة الصف الثالث الاعدادي. بنرحب بكم من على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم. ونهنيكم بعام الدراسة الجديد. نتمنى لكم عام دراسة سعيد. معكم امير جرجس من على منصة البس المباشر. النهاردة هناخد اول درسة عندي من دروس الجبل. هنتكلم عن حاصل الضرب الديكارتي. النهاردة بازن الله هنتكلم ازاي نجيب حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين غير خليعتين. ونجيب عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي بناء على عدد عناصر المجموعات اللي موجودة عندي. وكمان نتعرف على الزوج المرتب ونشوف العلاقة او نشوف نعمل مقارنة ما بين الزوج المرتب وما بين المجموعة والفترات ونشوف ايه الفرق ما بينهم. ونجيب الزوج المرتب على الشبكة التربعية ونتعرف على المجموعات المنتهية وغير المنتهية. اول حاجة هنتكلم مع بعض عن الزوج المرتب. مين هو الزوج المرتب؟ الزوج المرتب بيقولك في الزوج المرتب الف وبه يسمى الف بالمسقط الاول وبه بالمسقط التاني. الف اللي هي عندي على اليمين وبه اللي هي على الشمال. يبقى دول عبارة عن حمصرين بينهم فصلة ومحصورين ما بين قصين. دول اسمهم زوج مرتب. ليه سميتهم زوج? لانهم اتنين. طيب ليه سميتهم مرتب? لان هم الف وبه تختلف تماما عن به والف. عشان كده بنقول مرتب على حسب الترتيب اللي عني. زي اسمه واحد لما يكون اسمه مثلا محمد علي. يختلف تماما عن لو في شخص تاني عندي اسمه علي محمد. محمد علي يختلف خالص عن علي محمد. ده يعبر عن شخصية والتاني يعبر عن شخصية مختلفة. كمان عندي كل زوج مرتب يمثل بنقطة واحدة فقط في المستوى الاحداثي. ودي هنوضحها كده على الرسم البياني. اذا كانت الف لا تساوي بيه فان الزوج المرتب الف وبي لا يساوي الزوج المرتب بيه والف. دي النقطة اللي انا لسه موضحها محمد علي. مش هو علي محمد. ده شخصية وده شخصية مختلفة. في حالة اذا كان الزوج المرتب الف وبي بيساوي الزوج المرتب سين وصاد. المسقط الاول اللي هو الالف هيساوي المسقط الاول اللي هو السين. والمسقط التاني اللي هو البين حيساوي المسقط التاني اللي هو السقط طيب يلا بينا كده نعمل مقارنة بين الزوج المرتب وبين الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده مجموعة اتنين وخمسة اخذنا في المجموعات الاتنين وخمسة اتنين وخمسة يبقى فيه عندي كم عنصر بداخل المجموعة دي عندي عنصرين لو حبيت امثل اتنين وخمسة على خط الاعداد فامثل خط الاعداد اللي عندي زي ما احنا عارفينه قد السفر واحد اتنين ثلاثة إلى مالا النهاية وعلى الشمال سالب واحد سالب اتنين إلى سالب مالا النهاية وطبعا احنا عارفين انه بيفصل ما بينهم مسافات متساوية طيب انا عندي النقطة اتنين وخمسة باجي عند الاتنين وقادي النقطة واجي عند الخمسة واعمل النقطة يبقى المجموعة اتنين وخمسة اتمثلت عندي بعنصرين على خط الاعداد يعني لها مكانين يعني حاجزة مكانين عندي على خط الاعداد طيب عرفناها يا مستر لو انا عندي الفترة اتنين وخمسة هعمل نفس خط الاعداد بنفس المواصفات زي اللي فوقه بالزلط لكن طريقة التمثيل هنا عندي هتختلف ازاي يا مستر دي الفترة المقفولة اتنين وخمسة فحاجة عند الاتنين ومسلها وعند الخمسة ومسلها وظل الجميع ما بينهما ما بينهما فيهم الاتنين والخمسة طيب دول كم عنصر يا مستر اللي فوق كانوا عنصرين تمام هنا عدد لا نهاء من العناصر الفترة اتنين وخمسة دي تعبر عن عدد لا نهاء من العناصر يوم المجموعة اتنين وخمسة كانت عنصرين لكن الفترة اتنين وخمسة تعبر عن عدد لا نهاء من العناصر طب الزوج المرتب يا مستر الزوج المرتب عشان امثلوا بنعمل خطين خط افقي زي اللي انتو شايفينه واعمل خط رأسي والاتنين بتقطع في النقطة سفر و سفر تمام يا ولاد نفس مواصفات الخط الافقي اللي هو ادي عندي خط السفر في النص ومسافات متساوية هو نفسه بعملوا خط رأسي ولازم الخطين يتقطع عندي في النقطة سفر و سفر ما ينفعش يتقطع في اي مكان تاني ماشي يا مستر. عندي النقطة اتنين وخمسة اعملها ازاي نقطة اتنين وخمسة دي يا مستر? النقطة اتنين وخمسة دي اتنين قلنا عليها من شوية ان اسمها مساقة اول والخمسة مساقة التاني احنا مش فاهمين معنى كلمة مساقة اول ومساقةت تاني انا فاهمها لك. مسقط اول يعني انا عندي ده محور السنات الافق ده اسمه محور السنات. اتنين دي بتنتمي لمحور السنات. طيب انا حامشي لغاية الاتنين. طيب والخمسة دي يا مستر بطلع عند الاتنين لغاية ما بوصل للخمس. اهو. وروح حاطت كده نقطة. هي دي نقطة الزوج المرتب اتنين وخمسة. يبقى واضح كده ان الزوج المرتب اتنين وخمسة. يمثل على المستوى الاحداثي بنقطة واحدة فقط. يبقى تاني. نقارن اللي احنا خدنا. خدنا المجموعة اتنين وخمسة كانوا عنصرين. خدنا الفترة اتنين وخمسة كانت عدد لا نهاء من العناصر. لكن الزوج المرتب اتنين وخمسة قديني مسلته على خط على مستوى الاحداثي عندي بالمكان اللي انا واقف عنده قد اتنين وخمسة. ليه سميتها مسقط اول لو انا واقف عند الخمسة وكأني مثلا دي كده نزلت التحت كده عند الاتنين ده المسقط الاول ولو انا نزلت كده على محور الصداد حنزل عند الخمسة يبقى ده المسقط التالي طيب من ضمن الملاحظات انا اتكلمت وقلت ان المس ان الزوج المرتب اتنين وخمسة يختلف تماما عن الزوج المرتب خمسة واثنين ممكن توضحه يا مستر حاضر ادي الزوج المرتب خمسة واثنين امثله ازاي في الاولاني كان المسقط الاول اتنين والمسقط التاني خمسة لكن في الزوج المرتب التاني المسقط الاول خمسة والمسقط التاني اتنين هو يختلف يا مستر اتعال مع بعض اوضحك المسقط الاول خمسة فحمش على محور السينات لغاية الخمسة وبعدين عند اتنين فبطلع عند الخمسة اطلع خطوتين لفوقهم يا مستر ادي كده عند النقطة يبقى واضح كده ان دي في مكان ودي في مكان تماما يا ولاد. والمستوى الاحداثي ده عامل زي لو انا شغال رادار. الرادار كده بيبقى حاجة زي كده. فبتبان لو في طيار عندي بتبان نقطة كده على الرادار. طيب لما تكون الطيارة كده مسلا لو كانت دي مصر يبقى في الحدود الشرقية. لو كانت كده يبقى في الحدود الشمالي. يبقى واضح ان المكانين يختلفوا تماما. تمام يا ولاد. يبقى الزوج المرتب اتنين وخمسة يختلف عن الزوج المرتب خمسة واتنين. يبقى احنا كده عرفنا الملحوظة اللي احنا اخدناها دي. ازاي? نمثل على خط الاعداد. وفهمناها واستوعبناها كويس جدا. تعال اناخد تمر cont. بقول لي اوجد قيمتي سين وساط في كل من ما ياتي. لو كانت عندي الزوج المرتب الاولاني سين نقص اتنين. وادي فاصلة تلاتة. يبقى المسقط الاول كله سين نقص اتنين والمسقط التاني تلاتة. بيساوي الزوج المرتب خمسة فاصلة ساط زائد الواحد. يبقى المسقط الاول خمسة والمسقط التاني صاد زائد الواحد. الحل هنحل ازاي يا مستر? اقول لك نحل ازاي. حساوي المسقط الاول هنا بالمسقط الاول هنا. لان دول ازواج مرتبة متساوي. فحساوي المسقط الاول اللي هو سين نقص اتنين. هقسم الصفحة عندي. وهخلي المسقط الاول يمين. سين نقص اتنين. هتساوي الخمس. اهي. وعلى الشمال حقد المسقط التاني اللي هو صاد زائد الواحد. هتساوي التلات. اهي. وحبدا اشتمل. اود السالب اتنين الناحية التانية واسيب السين مطرحة قد السين. لما ودي سالب الناحية التانية تروح باشارة مختلفة اللي هي موجب اتنين. يبقى السين هتساوي خمسة زائد اللي اتنين بسبعة. يبقى السين بسبعة كده جبت قيمة السين. طب الناحية التانية هسيب الساد مطرحة وودي موجب واحد. هتروح باشارة مختلفة يبقى تلاتة ناقص الواحد. الساد هتساوي تلاتة ناقص الواحد هتساوي اتنين. كده انا جبت قيمة السين وجبت قيمة الصوت. كمان. الزوج المرتب سين نقص اتنين وصوت زائد الواحد بيساوي الزوج مرتب اتنين وسالب تلاتة. بنفس الفكرة هبدأ اشتغل هنا. هقسم الصفحة اتنين. وحكتب الزوج المرتب. هاخد المسقط الاول بيساوي المسقط الاول يمين. سين نقص اتنين بتساوي الاتنين. وهاخد المسقط الثاني صوت زائد الواحد. هتساوي بالسالب ثلاثة. وابدأ اشتغل. ودي السالب اتنين الناحة التانية هتروح باشارة موجبة. يبقى سين هتساوي تنين زائد اتنين يبقى الناحة التانية هاخد الموجب واحد اوديها. هتروح باشارة مختلفة . الي هي سالب واحد يبقى سالب ثلاثة ناقص واحد يدي لك سالب اربعة. كده اجبت قيمة السين بالاربعة وقيمة الساد بسالب 4. تمام يا مساكل? اخد كمان تمرين. اوجد قيمتي سين وصاد في كل من ما نفس الفكرة بزي. طيب عندي السين نقص السبعة وستة وعشرين بتساوي سلب اتنين وصدقه ستلاتة نقص الواحد. هاخد المسقط الاول السين نقص السبعة بتساوي السلب اتنين. والناحية التانية صدقه ستلاتة نقص الواحد بتساوي الستة وعشرين. دي معادلة خطية عشان او معادلة من الدرجة الاولى لان درجة السين او القص بتاع السين عندي واحد. فدي معادلة خطية. اشتغل عادي خاص. تنزل السين واخد السلب سبعة. نقص سبعة دي ودي اللاحي تاني تبقى زائد سبعة. يبقى السالب اتنين زائد السبعة. عندي هنا سالب اتنين. وموجاب سبعة الكبيرة سبعة. اشارتها الموجبه يبقى الناسك هيطلع موجبه ولما يكون مختلفين ترحم من بعد. السبعة نقص لاتنين بخمسة. يبقى السين بالخمسة. اما في الشمال. هااخد السالب واحد اوديها الناحية التانية تروح بالشاربة مختلفة. بدل ما هي سالب واحد تبقى عموجب واحد. صاد قس ثلاثة بتساوي ستة عشرين زاد الواحد. يبقى صاد قس ثلاثة بتساوي سبعة وعشرين. هنا في السين كانت قس واحد فالدنيا بسيطة طلعت على طول. هنا في خطوة نقصاني. انا عايز اخلص من القس اللي هنا. طب القس اللي هنا كامل يا مستدر. القس اللي هنا تلاتة. يبقى لما شيل صاد قس ثلاثة اكتب صاد بس. احط الناحة التانية جزر تكعيبي. فالصاد هتساوي الجزر التكعيبي للسبعة وعشرين يدينا تلاتة. يبقى انا كده جبت قيمة السين بخمسة وجبت قيمة الصاد بتلاتة. اصل الدرب الدكارتي. اتعرفنا على الزوج الملتب وحلينا اكتر من تمرين عليه. نتعرف على مفهوم تاني موجود عندي اسمه حاصل الدرب الدكارتي. طيب نحل حاصل الدرب الدكارتي او هو عبارة عن ايه حاصل الدرب الدكارتي. تعال نشوفه معه. بقولك اذا كانت سين وصاد مجموعتين منتهيتين غير خاليتين. يعني لو انا عندي مجموعتين منتهيتين يعني اقدر اعد عناصر. وغير خاليتين. فانه سين ضرب صاد حيساوي. سين ضرب صاد دي خلي بالك ما بنقولش سين فصاد. بننطقها سين ضرب صاد. بتساوي حاصل الدرب الدكارتي ده بيدينا عبارة عن ازواج مرتبة بداخل قوس مجموعة. يبقى دي زوج مرتب الف وبه بداخل قوس المجموعة. بحيث ان الالف تنتامل سين. عرفنا يا مستر لما حضرتك رسانت محاول احداثيات. الف بتنتامل الاحداثي الصادية. مثال لو كانت السين الف وبه والصاد سلب واحد وصفر وتلاتة. عايزين يجيب حاصل الدرب الدكارتي. سين ضرب صاد وصد درب الصين. طب يلا بينا. سين ضرب صاد. سين ضرب صاد. هتاخد الالف تروح للسلب واحد. اهي. وبعدين الالف تروح للصفر. اهي. وبعدين الالف تروح للتلاتة. اهي. يبقى الالف هاخدها كزوج مرتب مسقط اول مع التلات عناصر دول. يعني الف وسلب واحد والف وسلب وصفر والف وتلاتة. اهو. الف سلب واحد. الف وصفر والف وتلاتة. واللي يمشي على الالف يمشي على البيه. يعني هاخد البيه وسلب واحد والبيه والصفر والبه وتلاتة. ادي به وسلم واحد به وصفر به وتلاتة. كده انا جبت حاصل الدرب الديكارتي سين درب صد. وبعدين عامل لي فاصلة هنا بيقول لي عايز صد درب صين هي تفرق اه طبعا. لما اقول حاصل الدرب الديكارتي سين درب صد طبقا للتعريف اللي فوق. المسقط الاول اهو اللي هو الالف بينتمي للمجموعة الاولانية اللي هي السين. والمسقط التاني اللي هو البيه بينتمي للمجموعة التانية اللي هي الصاد أهو فزي ما انت شايف قدي الألف سين ضرب صاد الألف بينتمل السين وقدي هنا البيه برضو بتنتمي للسين أهم ألف وبيه دون من حراس للسين والمسقط التاني اللي هو السلب واحد والسفر والثلاثة بينتمي للصاد تبقى للتعريف فلما نقول صاد ضرب صين هتبقى كالتالي قدي صاد ضرب صين حابدأ أخذ المسقط الأول في الحالة دي من الصاد لأن صاد ضرب صين فالمسقط الأول لازم ينتمي للصاد يبقى سالب واحد وألف هدي سالب واحد وألف وسالب واحد وبه هدي سالب واحد وبه ونفس الكلام أخذ سفر وألف وصفر وبه تمام وبعض دين أخذ تلاتة وألف وتلاتة وبه هذا تلاتة وألف وتلاتة وبه بنلاحظ ايه يا أولاد؟ تعالوا كده قبل مقلب الصفحة أنا عندي الزوج المرتب الأولان هنا ألف وسالب واحد وعند الزجون المرتب هنا سلب واحد وألف هنا ألف وصفر هنا صفر وألف يعني الأزواج المرتبة اللي في حاصل الضرب الدكارتي سين وصات تختلف تماما عن الأزواج المرتبة اللي في حاصل الضرب الدكارتي صاد ضرب السين طب دا هننعرف منها الحاجة دي يا مستر آ هنستنتج منها شوية حاجة ملاحظة الملاحظات دي بتقول ايه بيقولك إذا كانت سين وصات مجموعتين منتهيتين وغير خلاتين فإنه سين ضرب صاد لا يساوي صدر بصد اللي أنا لسه مستنتجها في الجزء اللي فات صين ضرب صد لا يساوي صدر بصد حيث الصين لا تساوي الصد لأ يعني معناها أن عناصر الصين تختلف عن عناصر الصد طيب بعدين بيقولي نقطة تانية بيقولي نون صدر بصد بتساوي نون صدر بصد بتساوي نون صدر بصد دي مش مفهوم طيب عشان تفهمها حارج على السؤال اللي فاتتا مع بعض يعني نون سين ضربة صاد يعني عدد عناصر حصلت ضربة ديكارتي سين ضربة صاد يعني عدد الأزواج المرتبة كده من الآخر طيب نعرفها منين يا مستر اقول لك انا ورا هنا بقول لك ايه يا مستر بقول لك ان نون سين ضربة صاد بتساوي نون سين في نون صاد طيب معناها ايه يا مستر اقول لك معناها ايه نون سين يعني عدد عناصر السين كم عنصر اتنين طيب ونون صاد معناها عدد عناصر الصاد الصاد فيها كم عنصر سلب واحد وصفر وثلاثة دول ثلاث عناصر طيب نون سين ضرب صاد عبارة عن نون السين اللي هم العنصرين عدد عناصر السين في عدد عناصر الصاد يعني حضرة باثنين في ثلاثة يدينا ستة يعني معناها ان نون سين ضرب صاد حصلت عدد عناصر حصلت ضرب الدكارتي سين في صاد يطلع ستة عناصر تعلم بص كتب نعدهم ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ست عناصر. يبقى فعلا يا مستر الكلام اللي بتقوله مضبوط. طيب خلي بالك. تعال كده في الملاحظات انا اقيل لك ايه? اقيل لك ان نون سين ضرب صاد بتساوي نون صاد ضرب صين. يعني عدد عناصر حصلت درب الدكارتي سين ضرب صاد بيساوي عدد عناصر حصلت درب الدكارتي صاد درب صاد بالرغم ان سين ضرب صاد تختلف لا تساوي صاد درب صين. لكن هنا معناها عدد العناصر ستة يبقى برضو ناحية التانية عدد العناصر ستة تعال نعدهم. اهم صاد درب صين اهم عنصر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عناصر. فعلا يا مستر. يبقى خلي بالك من الملحوظة دي عشان لو جات لك في الامتحان ما تغلطش فيها. سين ضرب صاد تختلف عن صد درب صين لا تساويها. لكن نون سين ضرب صاد بتساوي نون صاد ضرب الصين. بتساوي نون سين في نون صاد. حيث نون ترمز العدد عناصر المجموعة. رقم اتنين. اذا كان كاف وميم ينتمي لحصل الدرب الدكارتي صين ضرب صاد. فان الكاف ينتمي للصين والميم ينتمي للصاد ودي انا نوهت عليها انا وبشرح لك. يعني المسقط الاول بينتمي للمجموعة الاولانية والمسقط التاني بينتمي للمجموعة التانية. تمام. اذا كانت السين مجموعة غير خالية. فانه سين ضرب سين. حيساوي الف وبه. والالف والبي بينتمي للصين. الف ينتمي للصين وبه ينتمي للصين. يبقى لما يكون حصل ضرب الدكارتي سين ضرب نفسها. الالف والبي يعتبروا عناصر من عناصر السين. وتكتب احيانا سين اتنين. تقرأ سين اتنين. مش سين اتنين. سين اتنين دي حاجة تامية. لكن هنا في حصل ضرب الدكارتي. لما تلاقي هنا الاتنين محطوطة زي القس. وانا بقول هنا زي القس وليست قس. معناها او نقراها سين اتنين. ومعناها سين ضرب سين. ماشي يا ولاد? خلي بالكم من ملاحظات دي. عشان انت وشغال تعرف معاني الرمز اللي قدامك ايه? لان لو فهمت معنى الرمز اللي قدامك. وده بيعبر عن ايه? او المقصود منه ايه? هتبدأ تحل بصورة صحيحة مش هتحل بصورة قطئة. لكن لو انت فهمته غلط هتحل بصورة غلط. فيبقى لازم نعرف المفهوم صحيح. تمرين. ازا كانت سين بتساوي اتنين وتلاتة. وصات بتساوي اربعة وخمسة وستة. فوجد حصلت ضرب الدكارتي سين في صات. وكمان عايز حصلت ضرب عايز نون سين ضرب صات. وعايز صات ضرب صين. وعايز نون صات ضرب صين. يلا بينا نحل مع بعض. وعايز سين ضرب صين او سين اتنين يعني. وعايز نون صات. عايز حاجات كتيرة. طب يلا بينا بنشتغل معها. سين ضرب صات. السين عبارة عن اتنين وتلاتة والصات اربعة وخمسة وستة. طيب. سين ضرب الصات. يعني العناصر المسقط الاول لازم تبقى اتنين وتلاتة. حقد اللي اتنين مع التلاتة عناصر اتنين واربعة اتنين وخمسة اتنين وستة اهم. اتنين واربعة اتنين وخمسة واتنين وستة. والتلاتة برضو مع الاربعة والخمسة والستة ادي تلاتة اربعة وثلاثة وخمسة وثلاثة وستة. لكده حاصل الدرب الدكارتي سين درب صاد. طيب نون سين درب صاد يا مستر يعني عدد العناصر نعدهم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عناصر. يبقى نون سين درب صاد هتساوي. او ممكن احسابها بصورة تانية. نون سين درب صاد بتساوي نون السين في نون الصاد. ده لو انا ما كنتش حللها. يعني ممكن يطلب منك نون سين درب صاد بدون ما يطلب السين درب الصاد. فنجيبها من هنا. عبارة عن من القاعدة دي اللي انا قيلها في الملاحظات. نون السين في نون الصد. نون السين كم عنصر يا مستر? اتنين. يبقى كتب اتنين. ونون الصد بيكان تلات عناصر. يبقى اتنين في تلاتة بسين. انا عايز سين نفس نفس الجزئين اللي فاتت عايزين يمثلها بمخطط سهم. يعني ايه مخطط سهمي? اقول لك يعني ايه مخطط سهم? من اسمه كده مخطط سهم. عندي سين دربسات. السين دي هبدأ اعملها زي ما انت شايفينها كده? على شكل المستطيل واغتب العنصرين اللي اللي هما الاثنين وتلاتة اهم. والصاد هعمل برضو مستطيل واكتب التلات عناصر اللي عندي اربعة وخمسة وستة. انا هنا عايز السين در به صاد. فالسهمة هيطلع من السين ويروح للصاد. اهو طب كنت عايز الصاد در به صين كان السهمة هيطلع من الصاد ويروح للسين. طيب. اطلع من الاتنين راحل الاربع. وكمان يطلع من الاتنين يروح للخمسة اهو ويطلع من الاتنين يروح للست. قال السهم. نفس الكلام على تلاتة. تلاتة واربعة. تلاتة وخمسة. تلاتة وستة. كده انا عملت المخطط السهمي. لحاصل الدكارتي سين. عارفنا المخطط السهمي? حاشرة حاجة كمان هي المخطط البياني. المخطط البياني بعمله ازاي ما استقرأ? ركز معي في اللي انا هقول عليه. في المخطط البياني المجموعة الاولانية اللي هي بتوع اللي هي المسقط الاول يعني اللي هو المسكورة اولا لازم اجباري بحطها كخط افقي. او لا تاني. المجموعة الاولانية انا عندي حصل درب دكارتي سين درب صاد. لازم السين تبقى افقي. والصاد يا مستر تبقى رأسي. فالسين عندي هي في عنصرين بس اتنين وثلاثة اهم. طب والصاد اعمل خط رأسي واكتب التلات عناصر اللي عندي اربعة وخمسة وستة. تمام? مش بتعمل محاور احداثيات. يعني مش بعمل الصفر وواحد واثنين وثلاثة. لا. انا باخد بس العناصر اللي انا عايزها عندي فقط لغير. ماشي? طيب. اعملها ازاي مستر. انت عندك الازواج المرتبة. اتنين واربعة. قدي اتنين. واطلع لغات الاربعة. واعمل نقطة. واكتب جنبها لو انا حاجة. اتنين وخمسة. قدي الاتنين والخمسة. طيب. وعندي تلاتة واربعة قدي تلاتة. واربعة تلاتة وخمسة ادي عند التلاتة وعند الخمسة بعمل نقطة بعدين عند اتنين وستة ادي اتنين واطلع لغاية الستة وبعدين تلاتة وستة ادي تلاتة واطلع لغاية الستة اعملت كده المخطط الباني خلي بالك بيجي لك في السؤال يقول لك اوجد حصل الدرب الدكارتي سين درب بساط ومس له بمخطط سهم ويسكت يبقى تعمل المخطط السهمي بس او يقول لك اوجد حصل الدرب الدكارتي سين درب بساط ومس له من مخطط بياني. يبقى تعمل المخطط البياني فقط. او يقول لك او جيت سين ضرب الصد تجيب له سين ضرب الصد. ولا تجيب مخطط سهمي ولا مخطط بياني. يبقى ركز في السؤال شوفه عايزه ونميز ما بين الاتنين. سواء مخطط سهمي او مخطط البياني او حصلت ضرب الدكارتي فقط. طيب. نفس المسألة لو انا عايزة اجيب صد درب صد. تعالوا نجيب مع بعض. صد درب صد. يبقى الصد حتبقى هي المسقطة الاول. يبقى اربعة واثنين واربعة وثلاثة. هي اربعة واثنين واربعة وثلاثة. وبعدين خمسة واثنين وخمسة وثلاثة. ادي خمسة واثنين وخمسة وثلاثة. اخر حاجة ستة واثنين وستة وثلاثة اهم. كده ده حاصل الدرب الديكارتي صدر بسين. نون صدر بسين يا مستر نفس الفكرة. معناها نون الصد في نون الصد. نون الصد عندي تلاتة. في نون السين اتنين تلاتة في اتنين بستة. نون صاد اتنين. هو هنا بقى عايز نون صاد اتنين على طول. مش عايز حصل الدرب بالديكارتي. يعني نون صاد درب سين كان طلب قبلها حصل الدرب بالديكارتي صاد درب سين. هنا عايز نون صاد اتنين على طول. نجيبها له على طول زي ما هو عايز. نون صاد اتنين معناها نون صاد في نفسها. نون صاد يعني عدد عناصر الصاد. عدد عناصر الصاد هنا كم عنصر? تلاتة. يبقى ثلاثة في ثلاثة بالتسعة. ماشا يا ولاد كده تمام. اذا كانت عندي سين اتنين وثلاثة عايز سين في سين او سين ضرب سين او سين اتنين يعني. نجيبها ازاي مستر بسيط? هتبقى اتنين وثلاثة مضروبة في الاتنين وثلاثة. وهعملها كازواج مرتبة اتنين واثنين وثلاثة. اهي اتنين واثنين وثلاثة. وبعدين تلاتة واثنين وتلاتة. ادي تلاتة واثنين وتلاتة. وكده اجبت حاصل الدكارتي سين ضرب سين او سين اتنين. لو عايز اعمل مخطط سهمي ممكن نعمل المخطط السهمي. اجيب المجموعة سين واكررها الناحية التانية. واعمل الاسم. الاتنين تروح للاتنين واللي تروح للتلاتة والتلاتة تروح للاتنين وتروح للتلاتة. كده انا عمل. وممكن كمان اعمله بصورة تانية. ايه هي يا مستر? اكتب الاتنين واكتب التلاتة. وبعدين انا عندي هنا اتنين واثنين. فالسهم حيروح من الاتنين لنفسها. وبعدين من الاتنين يروح للتلاتة. طيب وتلاتة واثنين. يطلع السهم من التلاتة. تلاتة وتلاتة يروح لنفسها. ويطلع من التلاتة يروح للاتنين. ليه طريقة تانية. عايز تعمل مخطط السهمي بالشكل ده صح? عايز تعمل مخطط السهمي بالشكل ده برضو صح? حصلت ضرب الدكارتي للمجموعات غير المنتهية والتمسيل البياني له. انا من شوية كان كل سؤال بقول لك عليه كنت بقول لك انا عايز حاصل الضرب الديكارتي لمجموعة غير منتهية. يعني عدد عناصرها محدود. وكنا بنعد العناصر. هنا بقول لك حاصل الضرب الديكارتي للمجموعات غير المنتهية. المجموعات غير المنتهية اللي عندي عندي مجموعة العداد الطبيعية طه في طه. طيب. آآ بتانتو يا مستر زوج مرتب سين وساط بحيث ان المسقط الاول سين بينتمل طه يعني عدد طبيعي والمسقط التاني ايضا بينتمل طه يعني عدد طبيعي. طيب بنمثلها ازاي مستر? العدادات الطبيعية احنا عرفنا كلها اللي هي الصفر واحد اتنين ثلاثة الى ما لا نهاية. فبرسم الخط الافقي سين وبتبقى عندي صفر واحد اتنين ثلاثة الى ما لا نهاية كخط ونفس الكلام الخط الرأسي بدايته صفر واحد اتنين ثلاثة الى ما لا نهاية. دي محاور الاحداثيات العادة. على سبيل المسال النقطة اللي انا واقف عليها دي. مسقطها الاول كام? سبعة. ومسقطها التاني كام? خمسة. يبقى دي تعبر عن الزوج مرتب سبعة وخمسة. طب لو خدت نقطة تاني دي اللي انا واقف عليها. دي تبقى ايه مستر? دي تبقى ها? مسقط السيني الاول ثلاثة واثنين. يبقى ثلاثة واثنين. لو خدت كده انا عبرت عن حاصل الدرب الدكارتي طه في طه. ايه عندي تاني مجموعات غير منتهية غير الاعداد الطبيعية? عندي يا مستر مجموعة الاعداد الصحيحة. طيب مجموعة الاعداد الصحيحة تختلف عن الاعداد الطبيعية ان في عندي جزء سالب. ارجع لكم تاني الاعداد الطبيعية كلها موجبة. بدنقطة بداية الصفر وعلى اليمين هنا موجبة. وبالنسبة للخط الرأسي بداية الصفر وفوق كده كله موجب برضو. لكن بالنسبة للأعداد الصحيحة بيكون عندي الصفر في النص وعلى اليمين اعداد موجبة. وفي نفس الخط على الشمال بيكون فيه اعداد سالبة. وبالنسبة للخط الرأسي قد السفر برضو هنا. وفوق بتبقى الاعداد الموجبة. والاعداد السالبة بتبقى تحت. وهنا عايز انوه لجزئية عشان بعض الطلبة بتغلط فيها. ايه هي يا مستر? لما باجي اكتب الاعداد يا ولاد لازم تبقى المسافات متساوية. ولو انا شغال في ورقة رسم باينة زي الواضحة قدامك بيبقى الاعداد المجابة يمين وبكتبها تحت الخط مش فوق الخط عشان في طلبة بتكتبها فوق. لا. بكتب الاعداد دي تحت الخط. يبقى الاعداد المجابة تمام? تحت الخط على اليمين والاعداد السليبة تحت الخط على الشمال. طب بالنسبة لمحور الصادات يا مستر اللي هو الخط الرأسي. الاعداد المجابة بتبقى شمال الخط زي ما انا كاتبها كده. والاعداد السليبة بتبقى تحت الصفر شمال الخط برضو. غير كده مش عايزين. يا مش عايز تبقى فوق ولا عايز تبقى يمين. هو ده الستاندر اللي كل مدارسين الرياضة سواء شغالين عربي او لغات بنشتغل بنفس الطريق. الاعداد كلها بنكتبها تحت الخط الافقي وشمال الخط الرأسي. طيب تعالوا هنا نجيب محاور الاحداثيات كتبناها مستر لو اخد بعض الازواج المرتبة اعبر عنها برضو عشان نبدأ نشوفها. النقطة اللي وانا واقف عليها دي المسقط الاول اتنين والمسقط التاني اتنين اللي هي النقطة اتنين واتن. طيب ناخد نقطة كمان يا مستر وليكن النقطة السالب اتنين وتلاتة اهي. يبقى السالب اتنين وتلاتة. المسقط السيني او المسقط الاولاني سالب اتنين. والمسقط الصادي او الخط او المسقط التاني عندي هو تلاتة اهي سالب اتنين وتلاتة. اخد نقطة كمان. اه دي طالع للسين كام يا مستر? ايوها تلاتة شطار. ولو هنا المسقط بتاعي لمنزل عصاد تبقى كام? سالب اتنين. برافو عليكم يبقى تلاتة وسالب اتنين. اخد نقطة كمان. لو طلعت على الاحداث السيني تبقى كام يا مستر? تبقى سالب تلاتة يا مستر. وعلى الاحداث الصادي سالب اتنين. ممتازين يا شبه. برافو عليكم. حلو خالص. تعالوا كده ناخد حاجة تاني. خد حاصل الدرب الديكاردي. طهفة وحاصل الدرب الديكاردي. نون في نون. وحناخد دلوقتي حاصل الدرب الديكاردي. خدنا طهفة وصاد في صاد ودلوقتي حندقل نون في نون. في حد من الطلبة بيطلب ان احنا ممكن نعيد الطهفة. حاضر سريعا هعيد لك الطهفة عناية حاضر. قادة طهفة. انا هعمل مقارنة بين الطهفة والصاد في صاد. طيب قادة طهفة. طهفتها عندي بداية السفر وعلى اليمين اعداد مجابة. على الشمال ما فيش. وبالنسبة للاحداث الصادية قادة صفر. وفوق كده انا عندي الاعداد المجابة. وتحت ما فيش اعداد سريبة. ده بالنسبة للاعداد الطبيعية لان هي صفر واحد اتنين الى ملا نهاية. تمام? الزوج المرتب اللي عندي عادة خالص قادة سبعة وخمسة. تمام? والزوج المرتب التاني قادة تلاتة واثنين. ينزل تحت الاحداث السيني تلاتة والاحداث الصادية اتنين. دي مجموعة الاعداد الطبيعية. مجموعة الاعداد الصحيحة بتبقى فيه اعداد. خط الاعداد عندي الصفر في النص وعلى اليمين فيه موجب وعالشمال سالب. ده في الافقي. ونفس الكلام في الرأسي. فوق بيبقى موجب وتحت بيبقى سالب. ادخل على نون. فكرة النون هي نفس فكرة الاعداد الصحيحة بالزبط. يعني نون في نون هي نفس الفكرة بتاعت صاد في صاد. سين وصاد. الزوج المرتب سين وصاد. بحيث ان السين ينتمل نون والصاد ينتمل نون. والاعداد النسبية اللي هي الاعداد الكسرية يا ولادي. اللي هو نص وطلت وربع واهكز. هي نفس الفكرة احنا بنعملها برضو على محاور الاحداثيات العام. طب يلا بينا. تعالوا ناخد مع بعض بعض النقط. طيب النقط اللي انا وافع عليها دي كام يا مستر? خمسة. ها? وتلاتة. يبقى نكتب خمسة وتلاتة. اخد كمان. النقطة دي كام يا مستر? تلاتة وسالب اتنين. وخلي بالك تختلف عن سالب اتنين وتلاتة. سالب اتنين وتلاتة. ادي سالب اتنين. وتلاتة مكانها هنا. يعني على رأي المسأل حاجة في الشرق وحاجة في الغرب. الاتنين عكس بعض قرص. فانتبهي قوي انك انت المسقط الاول ده فين? والمسقط التاني فين? عشان لو انت حطتهم بصورة غلط. هتلاقي الدنيا بالنسبة لك. رحت في حتة تانية خالص. المختلف عن مكان ده نفيه. طيب اهي. سالب اتنين وتلاتة. بص النقطة دي تلاتة وسالب اتنين. ادي الاحداث السيني تلاتة والاحداث الصادي سالب اتنين. النقطة التانية سالب اتنين. هذه الاحداث السيني سالب اتنين واحداث السادي ثلاتة. دي في مكان ودي في مكان مختلف تماما. تمام? طيب اخر حاجة عندي. النقطة دي. احداثة فتاحها سالب اتنين وسالب واحد. طيب. اخر حاجة عندي يا هاخدها في محاول احداثيات حصل الدار في الدكارتي حافعة اللي هي الاعداد الحقي. نفس فكرة محاول احداثيات. يبقى اللي كان يختلف عنهم هو طه في طه. لكن الصد في صد والنون في نون والحق في حق نفس الرسمة بالزبط تمام الفكرة ان الصاد عدد صحيحة وان النون عدد نسبية او كسرية والحق اللي هي الاعداد الحق غير سواء نسبية او غير نسبية طيب خلي بالك انا هنا حبدأ اشرح حاجة مهمة حبدأ اقسم الشكل اللي قدامي واضح عندي كده هون تمام انه متقسم لاربع اجزاء الجزء ده بسميه الربع الاول اللي هو ده كده لانا ماشي عليه ده اسمه الربع الاول ماشي يا مستر طيب وعلى شماله ده كده هو اسمه الربع التاني ده كده اسمه الربع التاني يبقى ده الربع الاول وده الربع التاني طيب واللي تحت ده اسمه الربع التالت واخر حاجة ده اسمه الربع الرابع طيب حضرتك يا مستر انت مقسم بمزاجك اللي اربع دي يعني انا ممكن اخلي الربع الاولاني ده اخليه زي ما هو انا هتفق معك وانزل تحت اخليه الربع التاني لا التقسيمة دي تقسيمة ستندر. يعني التقسيمة دي على مستوى العالم. احنا مقسمة بالطريقة دي سواء احنا بنشرح عربي او لغات. الربع ده هو الربع الاول والربع ده هو الربع التاني. انت ما بتقسمش بمزاجك. هي متقسمة كده وانت هتحفظها. ماشي لان احنا في الرياضيات بنحط ستندر وكلنا بنبقى عارفينه عشان مش كل واحد بيشتغل بمزاجه. بنحط حاجة وبنبقى متفقين عليها عشان لما نتكلم يبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه. طيب كمل يا مستر حاطر. الربع الاولاني لو انا اخدت اي نقطة فيه ولتكن النقطة دي هي عبارة عن اتنين واتنين. اللي اتنين موجب واللي اتنين هنا موجب. عشان كده بنقول في الربع الاول اي زوج مرتب المسقط الاول بيكون عدد صحيح موجب او عدد موجب بصورة عامة يعني والمسقط التاني بيكون عدد موجب. ده في الربع الاول كل حاجة يا مستر بتبقى موجب وموجب اي ويب. اي حاجة بتبقى موجب وموجب. طب تعال ندخل على الربع التاني. في الربع التاني لو خدت النقطة دي هلاحظ تحت هنا المسقط الاول بتاعها سالب اتنين والمسقط التاني هو عبارة عن تلاتة. طيب سالب اتنين يعني المسقط الاول سالب والمسقط التاني موجب. اي زوج مرتب في الربع التاني اللي انا واقف فيه بيكون المسقط الاول بتاعه سالب والمسقط التاني موجة. تعال انا اخد نقطة تانية. اهي اللي انا واقف عليها دي. سالب ثلاثة واحد. طب ممكن نقطة تانية يا مستر عناية. اهي دي كام? دي سالب واحد واحد. طب نقطة كمان يا مستر. سالب واحد اهي وستة. يبقى دايما المسقط الاول بيبقى سالب. يبقى في الربع التاني المسقط الاول سالب والمسقط التاني موجة. بكلام جميل. تعالوا ندخل على الربع التالت. الربع التالت النقطة اللي انا واقف عليها سالب ثلاثة وسالب اثنين سالب سالب ثلاثة وسالب اثنين سالب وسالب يا مستر خدنا لبادنا شطار يا أولاد سالب وسالب يبقى الربع الاولاني موجب وموجب والربع التالت سالب وسالب الربع التاني كان سالب موجب طيب تعالوا ندخل في الربع الرابع النقطة دي المسقط الاول بتاحها على محور السنة التلاتة وعلى محور السادات سالب اثنين يبقى موجب وسالب الاشارات دي انت هتحفظها الربع الأول مجب مجب الربع الثالث سالب سالب الربع الثاني سالب مجب الربع الرابع مجب سالب تعال ناخد تامري السؤال بيجيني في الامتحانات كالتالي بيقولك حددوا الربع الذي تقع فيه كل من النقاط الأتي تلاتة وتلاتة ده مجب مجب يا مستر تمام مجب مجب يبقى في أنه ربع يبقى يقع في الربع الأول طب أخذ نقطة كمان تلاتة وسالب اتنين ده مجب سالب يا مستر تمام شطار فعلا مجب سالب مجب سالب دي في الربع الكام في الرابع يا مستر براف عليكم اخد نقطة كمان النقطة سالب خمسة وسبعة دي سالب مجب يا مستر تمام صح سالب مجب دي كانت الربع التاني عكس الرابع شطار اخد كمان واحدة سالب 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 دي يا مستر دي سهلة خالص يعني معناها في الربع التالت شطار يا ولادي يبقى مجب مجب ربع اول سالب سالب تالت. موجب سالب الرابع. وسالب موجب الربع التاني. تعال ناخد شوية كمان عشان تحفظوا الفكرة دي. طب خمسة وصفر يا مستار. خمسة وصفر دي بتقع على محور السنة. طيب ممكن توضح لنا عناية حاضرة. تعالوا نرجع كده سريعا. خمسة وصفر. ادي خمسة وصفر. خمسة عن المسقط الاول خمسة. يعني نتمل الاحداث السيني اللي هو الوفق. ادي خمسة. وصفر يبقى واقف متراحة. دي لابتقع في ربعة اول ولا تاني ولا تالت. دي بتقع فوق الخط. الخط ده اسمه يا مستر اسمه محور السينات. يبقى لما يكون النقطة تقع على محور السينات الاحداث الصادة بتاعها بصفر. تمام يا مستر? او لتاني. النقطة لما تقع على محور السينات الاحداث الصادة بصفر. طب ولما تقع على محور الصادة يا مستر إحداث السيني بصفر زي النقطة اللي أنا وقف عليها دي صفر واثنين والنقطة دي صفر واربعة والنقطة دي صفر وخمسة والنقطة دي صفر وستة يبقى لما أي نقطة تقق على محور الصادات الإحداث السيني بصفر العكس يعني وأي نقطة على محور الصنات الإحداث الصادي هو اللي بصفر طيب نكمل يا مستر أنا كنت في رقم هاي خمسة وصفر قلنا الإحداث الصادي هو اللي بصفر يبقى تقق على محور الصنات أخذ كمان شوية تمارين ستة وسالب واحد دي موجب سالب يا مستر الربع الرابع شطار طيب صفر وسالب ثلاثة ده الإحداث السيني إعكس يبقى تقع على محور الصدات كمان واحدة سالب سالب يا مستر سالب واحد وسالب اثنين يبقى تقع في الربع الثالث طيب سالب خمسة وصفر الإحداث السادي بصفر يبقى العكس تقع على محور السينات طيب آخر حاجة عندي سبعة وسالب اثنين دي موجب سالب الربع الرابع مستر إحنا حفظناها شطار تمرين اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم واحد عندي بيقول إذا كانت نون سين بتساوي ثلاثة ونون سين ضرب صد بتساوي اتناشر فإن نون صد بتساوي نقط نون سين ضرب صد بتناشر ونون سين بس ثلاثة نون سين ضرب صد معناها نون سين في نون صد يعني معناها تلاتة في حاجة يطلع الناتج اتناشر تلاتة في كم يطلع الناتج اتناشر آه هذه الإجابات قدام تلاتة في كم باتناشر طبعا تلاتة مستر فاربعة برافو عليكم يبقى باختار إجابة إيه الاولانية عندي تلاتة فاربعة تبقى عندي باتناشر طيب آخر السؤال اللي بعد بيقول لي إذا كانت تلاتة وخمسة بتنتمي لحاصل ضرب الديكارتي تلاتة وستة في سين وتمانية طيب خلي بالك هنا تلاتة وخمسة تلاتة دي لازم تنتمي للمجموعة الأولانية فعلا المجموعة الأولانية فيها تلاتة كلام مزبوط الخمسة دي بتنتمي للمجموعة التانية ما هو ده حاصل ضرب الديكارتي قد علامة الضرب في النص يبقى الخمسة دي لازم تبقى موجودة هنا طب هنا موجود سين وتمانية يبقى أكيد يا مستر السين بخمسة بديها في الاختيارات آه يبقى أكيد أكتر السين بكم السين بخمسة على طول شبطار يا رجل رقم ثلاثة إذا كانت النقطة خمسة وبهناء السبعة تقع على محور السنات فإن به بتساوي تقع على محور السنات يا مستر حضرتك لسه محفظها لنا آي وقلت إيه طيب قلت لما تقع على محور السنات أعكس يبقى الصداد بصفر الصداد بصفر معناها القيمة دي كلها بصفر مش البيه بس دي بصفر القيمة دي كلها بصفر يعني بهناء السبعة بصفر طيب كام نقص سبعة يديلك سفر اتنين ولا خمسة ولا سبعة ولا اتناشر طبعا سبعة سنة السبعة تديلك السفر يبقى لبه بسأ آخر واحدة عندي بيقول إذا كانت النقطة سين نقص أربعة واثنين نقص سين حيث سين ينتمي لصاد وتقع في الربع التالت سين تنتمي لصاد معناها سين تنتمي لمجموعة العداد الصحيحة المقصود بصاد هنا مش محور الصداد المقصود بصاد هنا هو مجموعة العداد الصحيح يعني عدد صحيح ومديني اختيارات هل اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا ستة طيب خلي بالك هو هنا بيقول لي ايه مستر بيقول لي تقع في الربع التالت تقع في الربع التالت يعني المفروض الاشارات تطلع ايه تطلع سالب سالب طيب انا حب اجرب تعالوا نجرب قدل اتنين عوض بها عن السين هنا وهنا اتنين نقص الاربع يدينا سالب اتنين حلو طب واتنين نقص اتنين بصفر لا يا مستر دي كده مش ربع التالت احنا لسه بنقول لربع التالت سالب سالب ده سالب وصفر يبقى ما تنفعش طيب استبعد الاتنين نمسك التلاتة تلاتة نقص اربعة سالب واحد كويس واتنين نقص التلاتة برضو سالب واحد اه يا مستر دي الحق ده سالب سالب طيب يبقى كده تقريبا بنسبة كبيرة التلاتة هي الاجابة طب تعالوا نكمل برضو ربما يكون الدنيا مختلفة يلا امسك اربعة نقص اربعة بصفر واتنين نقص اربعة بسالب صفر وسالب لا يا مستر ربع تالت سالب سالب يبقى اللا اربعة ما تنفعش اخر حاجة جرب الستة ستة نقص الاربعة موجب اتنين واتنين نقص ستة سالب اربعة يعني موجب سالب لا يا مستر مش بتحق يبقى انا كده تأكدت الف المية ان الاجابة هي التلاتة بكده نكون وصلنا لرهاية حستنا عرفنا النهاردة يعني ايه زوج مرتب. عرفنا النهاردة عن ايه حاصل الضرب الديكارتي سين ضرب صاد او صدر بسين. عرفني عن ايه نونسين ضرب صاد عدد الازواج المرتبة اللي حاصل الضرب الديكارتي. كمان عرفني عن ايه مخطط سهمي ومخطط بياني وازاي نعمل المخطط السهمي ومخطط البياني بصورة دقيقة. كمان عرفنا محاور الاحداثيات. وعرفنا ان محاور الاحداثيات دي بتتقسم لاربع تربع ربع اول وربع تاني وربع تالت وربع رابع ودي مقدرش انا دي هي متسمية كده وانا بحفظها. الربع الاول بيبقى موجب موجب والتالت سالب سالب والربع التاني بيبقى سالب موجب والرابع موجب سالب. وخدنا اكتر من زوج مرتب وعرفنا ما كانهم. وعرفنا وتأكدنا ان الزوج المرتب الفو به يختلف تماما عن الزوج المرتب به والف. بكده نكون وصلنا نهاية حصتنا. كان معكم امير جرجس. مع تحياتي مع تحيات الادارة العامة لمحتوى التعليمي. ودونتم في رعاية اللعنة اشتركوا في القناة.